سهلا وعليكم كيف توم مالبس عليكم زياني انتمنىكم تكونوا بخير على خير ومنقصكم حتى خير ان شاء الله يا ربي ما حبيكم عيالي وما فيديو جديد ونهار جديد غنشاكراكم معكم بنات اليوم روتين ديالي من صباح تا يدلموا اللغضة ونشارك معكم اللينوط الصباح في الطيور اللي وجدت ونوجدت اللغضة غنشارك معكم واحد فلان اللي كي يجي غزال خريجي اللي عملت معاولي داتي كل شي غد نشاركوا معكم في هذا الفيديو ونهنا يا ابنة جبرتوني يعني كل نهاية الأسباك عجبنا إذا نوجد شي حاجة فتوحشنا صراحة للحرشة قد غادي نوجد الحرشة قد نشاركها معاكم أنا هنا غنعمل 500 لجرام تسميدة يعني هي خمسة لكي سان دقيق انتو ما تزيدو لتنقصوا عرفتوا بنتاج الحرشة هادي كجي فيها الحرشة اللي كاتتبع في الزنقة اللي كاتتبع في المغرب صراحة كنتوحش لبزة فذيك الحرشة فاملي وقد قد تصدق لها دي هي الطريقة اللي جاعت كنعمل من اللي كنتو حشن هذيك الحرش اللي كاتتبعي ده في الزنقة عملت أنا هنا خمسة لكي سان دقيق انتو ما تزيدو لتنقصوا غادي نعمل لها لسل أنا الحرشة ما كنعمل لها شي السكر لسل كتها واحدة تحمر لي هو مزيون وفي حالك يعلك هذيك الحرشة غادي نعمل هي واحمل عاقة كبيرة هيدا ديال لسل قريصة ديال ملحة صافي وغادي نبس بسبز زيت زيتون هاتش اللي غادي نعمل فيها وشوية ديال ملحة كما قلتكن ما غادي نعمل لها خميرة ديال الحلوة ولا ولو خميرة ديال الحلوة اه كتفرتتها كتت خليلنا ديك الحر كتفرتت كان زباق اللي كنت كان عمل فيها الخميرة ديال الحلوة فصراحة لك تفرتت لها ديال الحرشة رجعت ما كان عمل لها خميرة ديال الحلوة كان عمل لها غير كما قلتكن سميدة وعملت مغروفة ديال لسل وعملت شوية ديال ملحة اللي ما عندوش لسل اعمل مغرفة ديال السكر ماشي مشكل يعني بحال في حال شنوية بالسل أو تاني كتبقى صحية لاننا نعمل لها السكر سوف يغادي نبس بسبز زيتون بزيان بدك تزيد الزيتون بطاق الخميرة ديال العجين ديال الخبز مغداش نعمل لها اه مغداش نعمل لها الخميرة ديال الحلوة كما قلتكن سوف يغنبس بسبزهم زيان تلبس اللي كاملة بهدك الزيت ووالعسل وو والملحة هنيا غدنا نعمل فريد ست دياله طريف ديال الزبدة الزبدة خميرة حبيبة صغيرة سوف نعجن بالماء بارد نجمعا جمعا نجمعا 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 نضيف مقلة برد بطبيعة الحل نضيف مقلة بجوانب الويطة نضيف مقلة برد بطبيعة الى الشرق نضيف مقلة برد بشكلد نضيف مقلة بطبيعة الشرق نصحكم مبنية المغرب تجيبه لي ما عنده شهد المقلة لبنسبة للحرشة لبنسبة الخبز دي المقلة صراحة كي عاون على ذاك المقلة اللي كيكون عنده الحواشي طالعين صراحة الله مزيون بزاك هذا المقلة هذا سوف يكلم لو حت قيبها يدفلوا السطع مثل كما شفته السميدة سوف يدفل على الفرن وغاد قديم اندوز على الاطفل تحت اشوفه وشو ما نسقط سافحتها غادي تحمرت ومهم غادي قد نقل فيها شوية بشوية انا كان قلبها عاو تاني كان نشوفه وشتحمرت عاو كان قلبه على جهة اخرى بشك محطة الى مازيا وقد جيم هادكم ومانا غادي قلبها صراحة هاد المرحلة هادية اللي كتجيني صعبة هي ديال القلب اذا اضعوا لديك اللوحة اللي اجبتها مع المقلة اني اشارت المقلة و قطلت اللوحة اللي غدي يمشي رقاد المقلة باش كي يجيني ساهل هيدا كانت ترح بها خبز دي المقلة كانت ترح بهيدا الحرشة مهم غدي مقنا ندورها بيدي شي تحمر هنا يسافي باش غدي نوجد القهوة والحليب العيل على الابن ما تتحمل لديك الحرشة يا صراحة الله ده غية كتوجد والله العديم ده غية كتوجد يعني ما تجي وتتوجد القهوة و هادك تكتكون واجدو كمو قلتكم كتجي يا بنا تكتحمق كتجي فيها الحرشة دي المغربي لديك اللي كتبع في الزنقة يعني اللي كتشهاها هي ده الحرشة في الحرشة دي المغربي كتجي في فنا سوف نعاود نقلبي لجبارتها لم تتحمرت سوف نعاود نقلبي لجبارتها لم تتحمرت ولكن الوجا لم تتحمرت كما ترى الفرن قليل على شميع مجهد سوف نعاود نقلبي سوف نقلبي لجبارتها سوف نقلبي لجبارتها سوف نضيف المقلبي لجبارتها سوف نسيتها في نقلبي لجبارتها ونوضع الحريشة كيفاش كتجي كتجي ابنت غزالة موانا انقطع احداكم باش غادي تشوفوها كنصاحكم اذا تجربوها والعيال كتجي صراحة الله كما قلتكم من الززة اهي فحل تقولو جيبتها مزنقة ما شاء الله كتجي كتحمق كما قلتكم ما تعملوا ليش الخميرة دي الحلوة كتتخلي صراحة الله الحرشة كتفرتت هدي يعني اقتصادية سهلة مهلة ومزيونة موانا يبغتش يدريها منقطع شوفوها كيفاش كتجي انا مكتش بنشي الحرشة غليطة كتجي غزالة كتجي مغليطة مرقيقة كتجي محمرة اه كتجي لملوجة ديالة ولا ملقاها ديالة صافي وجهة قهي والله وما دي مانع محفظة من الزاول وهي بغت نوريانكم عنصر شوفو كيفاش كتجي كتجي يا بنات غزالة صراحة هدلا كتجي افنة هيدا الفطر والالغوتي مهم غدا ينفطر وغدا ينخرج العيال غدا ينديهم البارك شوية معنا يا بنات كما كتعرفون هرتسبت خرجتم شوية يلعبوا صراحة قلت نزبق كما فطرتهم جمعة غير هيدا الطابلاش طب شوية وخرجتم يلعبوا يفوجوا بعيدا شوية يحيدوا ذاك القنطة ديال المدرسة حت صراحة الزاوج ديال كان عنده الشغل فما نقدرش نخرجهم فخرجتم انا غير يلعبوا غير في البركي صراحة جبنا الدنيا عامره لعبوا وفوجوا بزف صراحة الله ودخلوا فرحانين شوفوا على قويلة كانت تبنت كان نهر مزي ونشم مشكي حمق هيدا من اللي نشوفه النهر هيدا والله العادي نستغل ونسمحوه حالي كان قوله جره ومجرس ونزو لدتنا ونخرجه صراحة نقدركم بقيت غير في البوابلو يعني بقيت غير في بلاصة في انساكنت ديتم هيدا لعبوا وانا بيدي بقيت كالسة صراحة كان نرتاح والله العادي موحدة الراحة وما كانوا فرحانين كي لعبوا قدامي امي اوه هادا قادنا نرجع نفتر هادا كان نوجد الغضاء وكلم قد نوجد معكم موحل فلان اللي مزيون صراحة معك انت صخانة صخانة ما شاء الله وحسخانة دخلت ما شي طبيعية وحنا هي زعمة معروفة مادريد بس صخانة بزاف ولكن كان نظن ان هذا العام هادا دخلت على بكري لحسب وحسخانة الحرارة ما شاء الله ديال شهر ساعين الشمش حارة والله العادي ملا خروجتي بلا مصرحة ديالله غادي تعطش وصبح الله في رمضان ما كانش الانسان هيدا كي يتغلب في حال في الفطر المهم هني رجعت للدل اول حاجة غادي نزبقه قلت غادي نوجد دغي هادا فلان هيدا كيجي مزيون ابنت هاد فلان هيدا حتى هو كيجي غزل معده بس صخانة كم بغيوا هيدا كم بغيوا هيدا كم بغيوا هيدا الحاجة باردا نعدلوها نوليدتنا او لم يكونوا مجين عنا الضيوف صراحة ميكا جيد صايفية الانسان كي غالب هيدا على فلان يسعو لحاجات اللي كيكونوا باردين مهم انا قاست نعدل دك الكراميل كم بقل هذا الصاشيات دي في المجر جبتها مهم لي بغيوا تعدل الكراميل يعني ممكن توفر شي عنده هادا ترجاع الفيديو اللي قبل انا نزلت فيه طريقة ديال تعدل ديال الكراميل حيث مش يكون شي صراحة كي توفر عنده هادا الكراميل اللي واجد تعدل دياله ساهل ماهل الترجع هو الافيديو اللي قبل اطzać طريقة تحضر ديال الكراميل وديال ذيال طرن اه في نفس الوقت هادا flip هادا اهداء اذه انقظوا بالحلي بنيت اللي عرفتوا يأكل مدق ديالا كاي حمق والله العالم يأكل مدق ديالا سوف تجربه وغادي تشكره مني سوف نعمل عندي فلان ديال الفاني سوف نقوم بوجه ديال تينو وواحد ديال اديال المغرب نعمل من تعرفني الفاني كثيرا جميله لا تقوم بوجه ديال اديال يعمل غيب عاديين تينو هناك ثلاثة يعملون بثلاثة بيوم انا كم غير نعمل هذا ديال ايديال كيكون فيه حمدق لي هو مزيون صافي فهد فلان هذا ما غير نعمل شي السكر ابنت حي تنسلي كيكون حلو يعني حلي بنسلي كيكون حلو فما غير نعمل السكر مرة مع ذك فلان صافي كعملت ذك فلانيز كاملين وغادي نكوب هذا عمل صغيرة انا هنا عندي هذا الكبيرة يعني بقي النص دياله يعني الثامن ديال صغيرة غادي تعملو وحده صغيرة في طرو ديال الحليب يعني واحدة صغيرة ديال الحليب نيسلي او الحليب المركز المحلاء وغادي تعملو ثلاثة ديال فلان ديال فلاني صافي تشيلا غادي تعملو ما غا تعملو لا سكر لا تش حاجة حيثين عملتوا السكر غادي يجيكم حلو بزف وهو نيسلي صراحك يكون حلو صافي نحاولو نحركوه مزيان مزيان حتي يدبن ذك نيسلي مع ذك الحليب عادي كنا عملو على البوطة على عفية مهيلة واحنا كنحركوه على عفية مهيلة شوية بشوية باش ما يلسقنا شي فلقع صافي هنا يا من بعد ما غلالي فوق البوطة كما قلتكم بقد كان حركو شوفوا يعني ما لسق لي شي صراحة الله فلقع مرة وغادي نكوبو غادي ندخلو يبرد وغادي ندوز باش غادي نوجد غادي نوجد سكسو معا ما عدلش سكسو نارجو معا قلتنا هي غادي نعمل سكسو معا مجموعين كاملين كنكونوا نهار سبس فغادي نعمل سكسو كما كتو عرفو السكسو كاي بغايت جماعة غادي نعدي لانهي سكسو بالحن طبعا انا كنا عدل الطريقة ديها لسالة مال انا كنا نعمل كل شي فكو كت كنا نعمل كل شي ما كان فرقش الخضرة بوحدة والحم بوحدة الا كنا نعمل كل شي صارين تقطق ببصلة غادي نمر به صار غادي نعمل سوابل كنا نعمل اهم حاجة صراحة الله لا بالنسبة لطياب ديها الدجاج ولا بالنسبة للحم ولا هو التعرق يعني الحاجة تتعرق على خاطرة كما قلتكم انا تال خضرة صراحة الله كان طيح له ومعهو اللي كطيب كان زولا بطبيعة الحال وكن خلي الحم شوية اه كتتعطل وانا علش رامت هات الكوكوت هادي حيط بغيت نبخر عليها سكسوف ديك الكسكس اللي كي ترك فوق الكوكوت حيط ما بغيتش نجبض التانجرة كبيرة حيط ما انا ماشي بزاف ديها السكسو يعني انا عمل غير شوية ديها السكسو فقط غادي نعمل غيف هات كوكوت اللي كتكون صغيرة بش نبخره على ديك هذا الكسكس اللي كي يكون اللي كي يكون فوق منا طاف إنا اي عملت مليحت توابه عملت الخرقم ووسكينجبير وليبزر وغاد ينعمل زيت الزيتون وشوية ديها الملحة صافوا وغاد ينعملوا يتعرق صاف يعني التوابه العاديا اللي كان اعملوه هات كنعمل لهم غاد ينعملوا يتعرق مزيان 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 ومن بعد سوف نضيف علي ذلك الخضيرة بحلقاتكم منها سوف نفزك سكسو انسوكسو صار عضلة كنفزقو بكري كبنك رجع الخضرية التعرق لي كنفزقو بش كيتنفخ لي ضروري انسوكسو يتنفخ ما زيان صراحة بش ما كيحرقش الكرش وكيجي مزيون حبا علاقتها انا هنا عمد شوية دية زيت الزيتون غد ينبس بسو به ومن بعد سوف نخص لهم زيان غد ملو جوت الخاسلات وكا نخلي شوية بالمابش كل مرة كنقوس كنحركو واكيتنفخ وانا كان حركو وهو كيتنفخ بش هيدك يجينا مزيون وان هنا كما كتشوفو زيت شوية ذاك الجاعدة انا عمدت غير شوية عمدت سكسو تخفين زربان صراحة حت كما شفت عالت في البركي فعملت ذاك شوية دية القرومب مع ذاك اللفت معت جاعدة تايبو انها غد ندوز بش هاد نعمل سكسو يبخر انا كان عمله فات كس كس هذا صراحة ما عملتش بزاف كي ما قد كوم واد سكسو هذا عملتو غي خفا زربا صراحة تشاعينه وانا في رمضان ما كان عملوشي يعني مقبل رمضان ما شاء الله ما كلينا فقلت هيدا انا عملو والجمعة ما عملتوشي لحسب ما ما كناشي كاملين بينا فصافي قلت السبت صراحة ملي كانت جمعو كاملين بيناك يجبني ايدا نعدل سكسو للحاجة اللي ما كان قدرش نعدله في ايامات آخرين سكسو ويديك كان عادلو نهار جمعا ملي كالتحلى الفورصا يدي كانشوف رصنا يمكننا نتغدو كاملين باليهم جمعين向 parts صراحة سافي أنا ضوز باش افزغ وا مذا flexibility من 10 طبخير والوله سكسو كان أعملو 3 طبخيرات 한�üz كان اعمل person vernacularه كنعمله التطبخير الثاني كان فزغو بالماءukan حتى tab треть كان كل اللي قادر Nope ما اعملو صراحة طبخير تطبخير 3 كان عملا شوي ذي加 سمن وكن ارجعوه الشتراح عنده كيزيد اتبخر صراحة كيي emails يجب أن يكون مزيداً. إذا كانت مزيداً مع بنت اللي يموتاً ليس بأيدي يعدل السكس. فصراحة طريقة هذه ما تجيب أن يكون مزيداً. لن تضرر السكس إلي كليته. ولكن إذا عملتوا لو غير جوجت بخير. لتلوح تبخيره وما نفقته شي قبل. صراحة يرزي هذا السكسو. كتأكله. كتبقى كرشكم كتحرقكم. خصوصة اللي يعني هذا من المعيدة وكيعني من الغازات. صراحة يرزي هذا السكسو. صافينا يا غدي نزول ذلك اللفس. وحيث كما كتعرفوا اللحم كتتعطى شوية في الطياب ديالة. فغدي نزول ذلك اللي في الجعدة والكورنبو غدي نطياح القرعة خضرة. وقرعة حامرة. هيدا توا ما غدي نرزي معهم بل مش ميت هرى ولا شيء. صافيه وانا كان بخير سكسو مهم. أنا عيني هيدا. وعيني هيدا صراحة الله كما قد كم عمل سكسو ديال خفن زرباً. يعني زربت عليه ضغياء ضغياء حتى خرجت العيال. ولعبه صراحة عطانا شوية في الباركين. عادة كدخلت وجدت لغضا. يعني ما بقيت شي ما بقيت شي زعمة. ان حمق راسي فيها وكيفا جابنت. نتمنى يعجبكم وانا صراحة الله جمزي. وانا متفيلة بصالو زبيب لاتي شي حاجة. الله ما دي مانع محفظها مين الزاول. وفلان غاد ينشاركوا معكم تاوة كيفاش كيجي كيجي غزل صراحة. نتمنى انكم تجربوا وينجح معكم. نتمنى الفيديو ما كنا الاعجاب ديالكم. وانتمنى انكم تخفيفا للقلوب ديالكم. مهمها هو ابنات كيجي غزل. كيجي مزيون. اتجربوا وغادي يعجبكم وغادي تعتمدوا هيدا. يجو عندكم ضيوف ديالكم. كما كتوفوا انا صراحة مجال يشفي بزاف ديال الكراميل. كما قلتكم انا ديك شي عملت اليوما خففا زربا. بغيت ايدا نشاركوا معكم النيوار ديال. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.